انا اتكلم في حتة ولو انت شايف ان ده مش وقت ونحن اتكلم فيها قولي لا مش هينفع البدلات اللي بتاخدها اخدوها الحكام هل تتناسب مع اسم الحكام اللي موجودة حاليا لا هي لا تتناسب مع المسابقة لا تتناسب ليه اه يعني لو النهاردة بيدلو خمس تلاب زي بيقولو خمس تلاب في المباراة في المباراة بياخد كم مباراة في الشهر مش كده لو انت جيت قلت الحكم انا بقى انا لو انا يعني دوني المطلق الحرية حدي للحكم عشرين الف نعم ومساعدين خمس تاشر الف حكم الفار عشر تلاف لو انت قلت اللي بياخد عشرين الف ده هيحكم كم مباراة في الدور الممتاز لازم اربعة عشرين مش اكتر اه يعني ربعمائة الف اقل لعب في المستوى قسم التاني بياخد كم في السبب اه ده بيعدل ملايين يعني انت لازم تقرب لان الحكم يحس انه قوي المنظومة عندنا فشلة لسبب واحد الوحيد اللي محترف في هذه المنظومة كله هو اللاعب بعد كده الحكم محترف والحكم لازم يكون محترف وبتفرغ بما لوش جعب شغله شغله اللي هو بيكتب راجل حكم محترف ده في الباسبور بتاعه او في البطاقة بتاعه او كلامنا كله الكلام ده بحصلش عندنا يعني انا عايز اقول انت عايزه يبقى جامد وقوي ومحافظ على نفسه لازم تدينه تدينه ثقة تدينه ثقة لك انت مزددروش ملاليم طب ايه اللي بيخلي اللاعب تلكورة متان تقردش في التحكيم الداخل ايه؟ ما ده يعني ده السؤال من ضمن الاسئلة احنا اسألها طيب يعني لحد الوقت ده ما بتناشي الحكم ممكن ياخد كم؟ انا رايي يعني لو بده رازم مش اقل من 10 تلاف 10 تلاف هو بيخدهم؟ ما بيخدهمش وبياخد خمسة بياخد خمسة والباقي بيتحوش له لا يعني هو انا بتكلم يعني المسألة يعني لازم يبقى فيه قيمة يعني قيمة للحكم انت شايف ظاهرة عفوا حكم واحد في حكم وقف فزوري هين حكم ولا حكاية انت شايف ظاهرة ان اولاد الحكام دلوقتي بقوا موجودين على الساحة هل دي مجاملا من اتحاد الكورة ولا الولاد بيتعابوا ويشتغلوا ولا انت شايف ابن الوزة عوام زي ما بيتقال لا شوف انا عين من الحكام اولاد الحكام خلينا نقوله هم مش دخلوا شأنهم شأن اي حكم اختبارات ونقحوا وعدوا خلاص تاني حاجة تاني حاجة النهاردة المباراة اصبحت جهارا نهارا طبعا اذا النهاردة يعرف انت الواحد بيعرف حوام واحد ما عرفش عهوم النهاردة هو حكم في المرعب كويس ولا وحش كويس زي اي واحد لكن اللي يهمني في الموضوع اللي انت بتقوله التوصيات ان ما فيش واحد ياخد حاجة اكتر من حد يعني انت عندك مثلا اولاد الحكام ربنا يبارك فيهم يا رب انت عندك عمرو محمد وجمال الغندور عنده خالد وابن اخوه احمد وناصر عباس عنده ولاده يعني في كتير واسم عزب في كتير في كتير وحسام طاو يعني عايز اقول في كتير بس المقياء كابت المصطفى عايز اسألك سؤال انت كنت اللعب كور نعم يعني مش عايز اقول اسماء وانت في النادي الاهلي ولاد قمم في كورة القدم نعم كانوا بيلعبوا معاك في الاجبال ما تكملوش مش عاوز الكلام لا مفاش مجاملة بس هي نفس الكلام حط المعيار ده خاصة ده الحكم اخطر كمان يعني المعيار هو في الملعب حكم ولا مش حكم بس